طيب محمد عبد المنعم وفصل الخطاع بنيس الفرنسي مش نيس الفرنسي قاعد ماشي عايمضي مع الاهلي ويحترك من خلاله الدنيا فيهاية بص عشان نبقى صرحة محمد عبد المنعم زي اي حد عنده طموح هو لعيب بس صوير في السن مميز وشايف وهو من افضل المدافعين في افريقيا بدون شك ومن يعني افضل مدافع في مصر دلوقتي بدون شك برضو ومن حق محمد عبد المنعم يبقى عنده طموح محمد عبد المنعم لديه رغبة قوية في الاحتراف الخارجي احتراق اوروبي ونادي نيس زي ملتلة مبارح كان بيتواصل مع شركة اوروبية بتتواصل مع محمد عبد المنعم بشكل مباشر وعن طريق وكيله وبدأوا يتكلموا معها والنادي الاهلي بكل صراحة على العكس كاربا لا يرغب باي حال من الاحوال في التفريض في محمد عبد المنعم طب محمد عبد المنعم وصل في موضوع تجديد عاده لفين المفروض هذا الملف زي ما الكابت الخطيب يتولى بنفسه ادارة ملف تجديد عقد علي معلول يتولى ايضا ملف تجديد عقد محمد عبد المنعم وسبق وقعد امير توفيق بتكريك من الخطيب في جلسة مع محمد عبد المنعم لكن هذه الجلسة لم يتم فيها التواصل الى اي اتفاق بخصوص الراتب لان انا فجأة اقولك انه محمد عبد المنعم رغم انه هو دي الوقت افضل المدابح في مصر وافريقيا لكن هو الى الان افريقيا داخليا طبعا الى الان بياخد بيتقاضى نفس الراتب اللي جه بيه من فيورشر لما تقلق مع المنتخب وقتها والنادي الاهلي عطى عارضه من فيورشر ورجع الاهلي اتحرر له عهد جديد بمبلغ ليراه عبد المنعم غير مناسب له بالمرة لكن النادي الاهلي عند موقفه وعند وعوده لعب انه هو يتعمله عهد جديد ويتم تقديره ورفعه للباقة الاولى ويتساوى بالشناوي وحسن الشاحات وامام عشوره اللي عيبة الكبيرة اللي موجودة في الفرقاء محاولات الاهلي تجديد عبد المنعم مستمرة ورغبة عبد المنعم وسعيه نحو الاحتراف ايضا مستمرة كل واحد شغال تجابها انا اعطيك سؤال جديد في الموضوع ده لان جيه رمضان قولي محمد عبد المنعم بما يهض الله عايز يمشي فري ولا لديه النية للتقديد ويخرج من بوابة النادي الاهلي بما يهض الله لا 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 بص بص الانجال الوربين مش يتاخد اعارة عشان يبقى الموضوع واضح لا يخرج حتى احتراف نهائي ما انا جاينا في الكلام هو عايز يفيدي الاهلي يعني انا سيبوه احترف لكن في الاخر افيدي النادي الاهلي لكن طمان عشان تفيدي النادي الاهلي منتظر مثلا ان انت كده عربت للمعلومة اللي معايا الشركة الارتغالية اللي بتسوى عبد المنعم في اوروبا وهي نفط شركة النني ونفط شركة كوكا ولحبة كبيرة جدا قالت له التجديد مع الاهلي يضرك اجعد لك سنة لا الاهلي يبيح على الوضع ده لا تستنى وتمشي فيه والله يا بص ما هو ده ترجع لرقبة عب مينعم نفسه لكن عب مينعم العراق ما تظلمهوش انت مجد اعمالي خلي بالك اي لاعب يتوهج عايز الافضل لحياته طبعا وانت بديت كلامك باحترام عند وقموه انا بدي لك انفراج مهدش ياركو في مصر عبت المنعم مش هيجدد للاهلي مش هيجدد للاهلي نهائيا حب لو مش هيجدد للاهلي عبت المنعم عايز يفيد الاهلي انه يمشي قبل السنة او قبل فترة الفري والاهلي يستفيد عكا يب ردي جميل منه مش عشان عبت المنعم عايز كده لان في اوروبا مش هيجدوا اعارة من نادي عربي ولا مصري بالضبط ماذا كنت بالقول لك او قبل المشكلة التسويقية وعبت المنعم نقلته يا جماعة انا ابن النادي وارجع عالنادي تقالوا استفيدوا مليا لان الناس مش هيجدوني اعارة فانا قدامي عتصمموا على الصدام وعدم ان احنا نتفاوض وامشي ايوبا عضر ان انا خلص عقدي وامشي لان دي شركات يا جماعة اشطر ناس البرتغاليين وارجوا ان الانوية ما يسألوش بتكلم عن منهم ولا بتكلامي انا بجيب معلومات مش رأيي عبد المنعم لن يجدد ولن يخرج من الاهلي اعارة عبد المنعم عرض حاجتين يا جماعة استفيدوا قدر المصطباح اك انا امشي لا يب انا اعمشي اخر عقدي هذا هو الموقف اني بتكمد عليه عبد المنعم وهنج انفرتاني بخمسة بدايل عبد المنعم كلار بيتفرق عليهم اه هنحكي ده بالليل في برنامج جمال عبد الشمس ولكن يعني ان ده محتاج شاشت ومحتاج عرض البدايل فعشان نختم الموضوع ده عبد المنعم لن يجدد للاهلي والموضوع واقف لاما تستفيدوا وتتفوضوا انتوا لاما اخلص عقدي وامشي خلص الكلام عكام نحفل استفعليه